مركز البحرين تطبيق القانون ليؤدي إلى تقويض المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة التي أنشأت عام 1945 فحسب وإنما تقويض المصالح الاستراتيجية بين الدول على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وبالتالي سيادة حالة من فقدان الثقة فيما بينها الأمر الذي من شأنه تهديد الأمن الإقليمي والعالمي في الوقت ذاته في ظل استمرار ظاهرة الإرهاب كتحدي مشترك وأضاف أن التحولات التي شهدها العالم العربي ابتداء من العام 2011 وحتى الآن دفعت إلى إعادة تشكيل واقع عالمي جديد يعد أبرز ملامحه هو تقويض أسس القانون الدولي والعلاقات الدولية عموما الأمر الذي ترتب عليه آثار بالغة الخطورة على الأمن الإقليمي والأمن العالمي على حد سوا ودعا دراسات عددا من الأكاديميين والمختصين والمهتمين لحضور الندوة وإثرائها بالنقاش والآراء قانون جستا هو حلقة الأخيرة في مسار الفوضى العالمية المنتشرة منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي هناك سلسلة من الأحداث العالمية تشكلت بقيادة بعض الدول الكبرى وساهمت في إشاعة الفوضى في النظام العالمي المعاصر نحن نرى الآن حجم الفوضى المنتشرة في منطقة الشنق الأوسط وعجز المنظمات الدولية على حل مشاكل مثل الأزمة السورية على سبيل المثال وتدخل دول كبرى في هذا البلد العربي دون وجود أي أهداف معلنة قانون جستا يأتي ضمن هذه السلسلة التي ساهمت فيها بعض الدول الكبرى لإشاعة الفوضى في العالم ولكن المشاهد الآن وهذا ما يتم تداوله حتى في الكونغرس الأمريكي خطورة القانون نفسه على الولايات المتحدة الأمريكية في حال لم يتم تغييره نحن نتوقع أن يتم إعادة النظر في هذا القانون قبل مجلس الشيوخ الأمريكي وإعادة تقديمه بصورة تليق بنظام عالمي في هذا القرن الـ 21 القانون برز بسبب ثغرات في النظام السياسي الأمريكي لا يعكسه ولا يمثل المصلحة العامة الأمريكية وما يؤكد ذلك هو أن رئيس الجمهورية استفاد من حق الفيتو وصرح من قبل التصويت وبعد التصويت بشكل صارم أن هذا القانون لا يخدم مصلحة أمريكا وأكد على ذلك رؤساء الجهاز الاستخباراتي ومختلف أصحاب القرار في أمريكا بالتالي من المتوقع أن تستغل الأجهزة التنفيذية الفرص لعدم تفعيل القانون